السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الدرس الثاني عشر من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من السفر إلى الاحتراف درسنا اليوم إن شاء الله هو حروف الجر في اللغة الألمانية Die Präpositionen كما تعلموا فحروف الجر هي أشياء ضرورية في أي لغة وفي معظم الجمل يجب علينا أن نستعمل حرف من حروف الجر حتى يكون المعنى مفهوم للجملة وتكون جملة صحيحة في هذا الفيديو سنتطرق إلى هذه الحروف ونطلع عليها جميعها جميع حروف الجر في اللغة الألمانية ونعطي أيضا بعض الأمثلة سأعطيكم في الأول حروف الجر في اللغة الألمانية مع ترجمتها باللغة العربية وأسفله سيكون هناك بعض الأمثلة في جملة مفيدة حتى تفهموا جميع حروف الجر بالشكل الصحيح والاختلاف بينها إذن هنا لدينا دي بريبوزيتيون وهنا حرف الجر باللغة الألمانية والعربية سأقرأها لكم حتى تعرفوا طريقة نطقها بالشكل الصحيح هنا لدينا أنت تحت أبا فوق نبن جانب أو بجانب أيضا أنت وراء أن على أو عند أو على هنا أن إذا كانت على ستكون على شيء فيه الماء وهنا على ستكون على شيء وتكون تلمس هذا الشيء لأن هنا أبا فوق أيضا هنا تعطينا أيضا أو فهي أيضا فوق وهنا أيضا فوق أو على على لكن أبا فلا يكون هناك تماس بين الأشياء لكن في أو فيكون تماس سنقول شيء محطوط أو موضوع على الطاولة أي موضوع عليها لكن أبا سيكون أيضا فوق أو على لكن بدون تماس سنصدرق إلى هذه الأشياء في الأمثلة قلنا أو باي وهي لدى أو عند إن في فن وهي من نستطيع أن من الزمان شخص أو مكان أو هي أيضا من شيء من داخل شيء أو أيضا من مكان كما قلنا إنشكوما أوس وزقول اسم بلدك أو بالمدينة مع البلدان أو مع المدن مت مع نخ نحو نخ بعد ونخ إلى هناك ثلاث أنواع لكن سنصدرق إليها في في الأمثلة تسو وهي إلى أو في فوق قبل زايت زايت منذ أون بدون أن وهي عند سبق وقلناها ابتداء أب بس وهي حتة هناك سوف أجلكم الأمثلة فقط باللغة الألمانية لكن سأقوم بترجمتها شفويا هنا ألي كيندا زند أونت تزولف يارن هنا نعني أونت كما قلنا هي تحت جميع الأطفال سنهم تحت الثانية عشر سنة جميع الأطفال سنهم يكون تحت الثانية عشر سنة دين فيلم دوف نور لويتر بيب أخت سن يارة أن شاون بيب كما قلنا وهي فوق لكن بدون تماس ليس كفوق الطاولة هنا هذا الفيلم يسمح بمشاهدته فقط من قبل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر سنة أو أعمارهم فوق الثمانية عشر سنة هنا هنا داس هاندي ليكت نبن ميا داس هاندي ليكت نبن ميا نبن كما قلنا هي جانب أو بجانبي هنا الهاتف بجانبي الهاتف موضع أو يوضع بجانبي هنتر ديزا موا gibtس اين غاتن دي موا وهو الصور الصور هنتر كما قلنا هي وراء وراء هذا الصور توجد حديقة توجد حديقة ليست حديقة الحيوانات لكن حديقة كما نقول جردة فيها أزهار وأشجار إلى آخره هنا أن والتي قلنا كما قلنا أن وهي في أو على أن دي مونتاك هابيش أين تامين كما قلنا مونتاك دي مونتاك هنا لماذا قلنا كانت مكتوبة أم لأننا نحدث دائما هذه الحرف الأخرى ونلخصها ونقول أم أم مونتاك في يوم الاثنين لدي موعد أم مونتاك هابيش أين تامين تامين هنا Das Handy liegt auf وهنا auf كما تلاحظون هي فوق لكن على بتماس Das Handy liegt auf dem Tisch الهاتف موضع على الطاولة Ich bin bei وباي هي كما قلنا عند عند Ich bin bei dem at باي dem at أنا عند الطبيب وهنا أيضا في هذه الحالة يمكننا أن نلخصها ونقول بايم Ich bin bei at هنا إن وكما قلنا هي في أو إلى في أو إلى Ich gehe in die Schule أنا ذاهب إلى المدرسة هنا فن كما قلنا فن وهي يمكننا استعمالها مع الأشخاص أو مكان أو زمان هنا أعطينا زمان مثال بزمان Die Öfnungszeiten sind von Montag bis Samstag Öfnungszeiten Die Öfnungszeiten وهي أوقات العمل أو أوقات الإفتتاح sind von Montag من Minna الاثنين إلى السبت هنا وأعط كما قلت لكم أيضا من داخل شيء أو تكون من مدينة أو دولة نستعملها أي Minna Ich komme aus Marokko أنا قادم من المغرب هنا ودوش كما قلت لكم هي بين أو من بيني Ich laufe durch die Straße Die Straße هو الشارع Die Straße هي الشوارع هنا أنا أتمشى بين الشوارع بين الشوارع Ich laufe durch die Straße أو هنا يمكن أيضا أن تعطينا كما قلت لكم بسبب هنا تعطينا أيضا السبب durch ein Problem kann ich nicht kommen بسبب مشكلة لا أستطيع القدوم هنا bis وهي كما قلنا حتى Ich kann die Unterlagen bis Freitag abgeben die Unterlagen وهي الوطائق أو الأوراق إذا كنت يجب عليك بعض الأوراق أو الوطائق فهي هذه تسمى The Unterlagen هنا أستطيع أن أعطي الأوراق حتى الجمعة حتى يوم الجمعة هنا مت كما قلنا وهي مع Ich habe mit meinem Freund تلفونيت تكلمت مع صديقي عبر الهاتف مع وهي مع مت هنا ونح كما قلنا لديها ثلاث يمكن أن نستعملها في ثلاث حالات وهي نحو وجه أو كما قلنا بعض أو أيضا إلى هنا Ich fliege nach Spanien Ich fliege nach Spanien أنا مسابر أو أنا سأطير نحو إسبانيا نحو إسبانيا وهنا هنا أعطتنا الوجه وهنا تعطينا هنا تعطينا بعد Nach dem Kurs بعد الترس gehe ich etwas kaufen بعد الترس أذهب لأشتري شيئا هنا تعطينا إلى أنا أنا في المنزل هنا أعطتنا في المنزل هنا إلى إشكيه تسو وهنا تسو نستعملها مع الأشخاص عندما نريد أن نقول أيضا تكون وجهة إلى ليس نخ بل تسو تكون مع الأشخاص ونخ تكون مع أماكن الدول أو أي شيء هناك أيضا إن سأسترق في درس مقبل إن شاء الله على الفرق ما بين إن في أي وقت يجب عليكم سعمال إن أو نخ نخ أو تسو لهذا فهو هذه ثلاث كلمات فهي لوحدها درس كامل إذا لاحظتم هنا إشكي إن دي شول أنا داهب إلى المدرسة هنا أنا داهب إلى وهنا أيضا إلى لكن هنا استعملنا نخ هنا إن وهنا تسو إذن إخواني وأخواتي أدعوكم الاشتراك في القناة لكي عندما يكون درس جديد تستفيدوا منه أيضا هنا كما قلنا فو فو هي قبلة لكن يوجد لديها أيضا معنى آخر وهو أيضا منا منا لكن استعملها فقط في هذا المثال هي تخاف من الكلاب تخاف من الكلاب در هند هو كلب هند وهو جمع هي هات أغس فو هند أو هنا فو در باوز داف إيش نيشت غاوس كين قبل قبل وقت الاستراحة لا أستطيع أو لا يسمح لي بأن أخرج من القسم إش هنا زايت وهي كما قلنا موندو موندو إش هابكوب شمعتن زايت جسان أنا لدي صدا رأسي موندو البارحة موندو البارحة هنا أون وهي بدون إش كان أو أون ديش كين هنا أنا أستطيع أيضا أن أذهب بدونك أستطيع أيضا أن أذهب بدونك أن دا فاند هنا أن والذي قلنا هي على أو في بعض الأحيان تعطينا أيضا في أو في أكثر الأحيان تكون على أن دا فاند هينجن دي فوتوس على الحائط على الحائط الصور معلقة على الحائط كما لاحظتم هنا دي فاند وهو الحائط وهنا كما قلنا موا وهو الصور موا هو الصور ودي فاند هو الحائط هنا كما قلنا أب وهي ابتداء أب هي ابتداء أب منتغ هابن فيا فيدا أوفن ابتداء من يوم الاثنين فنحن فنحن أيضا هنا أو إذا كان شيء يفتح فنحن فنحن مفتوحين أو فاتحين أو أي شيء من هذا القبيل لأتكلم اللغة العربية الفصحة بجدية لكن أحاول أن أعطيكم المعنى اب منتغ هابن في فيدا أوفن أي إذا كانوا كانوا في عطلة أي شيء مكتب أو طبيب أو شيء أي شيء يكون في عطلة وعندما يفتحون من جديد يقولون اب منتغ أو يكتبون شيء إلى آخره اب منتغ هابن فيا فيدا أوفن وهنا أيضا منذ ابتداء من الساعة العاشرة تستطيعون القدوم تستطيعون القدوم إذا كان هذا هو الدرس اليوم إخواني وأخواتي درس الثاني عشر من هذه السلسلة حروف الجر حاولت أن أكتب جميع الأشياء قبل أن أقوم بتسجيل الفيديو حتى يكون الفيديو قصير ليس كبقي الفيديوهات يكون طويل وهذا يكون متعب بالنسبة لكم أن تكملوا الفيديو أو أن تركزوا معه فهذه الطريقة وجدتها سهلة سهلة بالنسبة لكم وسأحاول أن أعمل عليها في الفيديوهات أو الدرس السابقة أيضا إن شاء الله إذن إخواني أخواتي كان هذا هو درس اليوم شاهدنا معا حروف الجر في اللغة الألمانية وبعد الأمثلة لا تنسى أن نلتقي في درس آخر وأدعوكم إلى الاشتراك في القناة إخواني وأخواتي والسلام عليكم